أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى استقبال سموه لوزير الدولة للتجارة الدولية بلمملكة المتحدة بأن المجال دائما مفتوح للمزيد من التعاون البحريني البريطاني في المجالين الاقتصادي والتجاري لما للبلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة ورغبة أكيدة في الارتقاء بتعاونهما بالشكل الذي يخدم علاقاتهما المشتركة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قل استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم سعادت السيد الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات بما فيها التجارية لافتاً سموه إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين لما لذلك من أثر إيجابياً على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الاستثمارات البريطانية هي محل ترحيباً في مملكة البحرين خاصةً في ظل وجود العديد من الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة لذلك في البحرين من جهته أعرب وزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده العميق لدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وتحفيز الشركات البريطانية على الاستثمار في البحرين مؤكداً حرص بريطانيا على مادة جسور التعاون التجاري مع مملكة البحرين استناداً إلى ما يربط بينهما من علاقات تاريخية وثيقة ترجمة نانسي قنقر